يداً بيد يوضبون المساعدات الإنسانية وعيونهم ترنوا إلى بلاد بعيدة لكن الكارثة التي ضربتها قربتها إلى القلب مجموعة شباب، الأغلبي ما كانوا يعرفوا بعضهم بدأنا بأنه عملنا صفحة على الفيسبوك وبدأنا نتواصل اللي حابينه هو أنه نقدم رسالة أنه نحن قادرين نجمع فعلياً كميات كثير كبيرة لأن الناس هي فعلاً حابة أنها تساعد وتقدم بس نطالب بأنه يكون في تسهيلات أنه حتى نقدر نوصل هذه المساعدات للمناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن اقترح البعض أن توضع كلمات تضامن في سلل المساعدات التي اختار المتطوعون هنا إرسالها من فرنسا براً إلى جنوب تركيا والشمال السوري إلى جانب الجمعيات المدنية تفتح البلديات الفرنسية أبوابها لتلقي المساعدات وإيصالها إلى المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا هذه واحدة من البلديات التي أطلقت نداء لتقديم التبرعات العينية التي يتم فرزها وإحصاؤها بدقة كما تشترط قوانين الجمارك التركية لا أحد مننا في منأ عن المعاناة وعندما يفقد الإنسان كل شيء ليس لدينا سوى مشاركة الكلمات والدعوات والتضامن الإنساني ورغم تخوف البعض في فرنسا من صعوبة وصول المساعدات إلى المنكوبين فإن من مد يد العون يأمل في أن يتمكن من رسم بسمة على وجه متعب في زمن صعب عز غريب اسمانيوز عربية تاريس